الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين العزاء الطلاب مرحبا بيكم في محاضرة جديدة والمرض إن شاء الله هنأخذ سل ستركشور هندخل بإذن الله في تركيب الخلية والوظائف المرتبطة بالخلية وإن شاء الله بإذن الله ستكون أول بداياتنا هنتكلم عن أساس علم الخلية اللي هو ما يسمى بالسل ثيوري سل ثيوري يعني شنو؟ سل ثيوري معناها نظرية الخلية أي أن هذا العلم يستند على ثلاثة نقاط أساسية النقطة الأولى بتذكر إن كل الكائنات الحية تتكون من الخلايا سواء كانت خلية واحدة أو أكثر من خلية واحدة أي أن هناك كائنات وحيدة الخلية تسمى unicellular living organisms أو قد يكون الكائن الحية تكون من أكثر من خلية وفي هذه الحالة نقول عليه multicellular organism فإذن دي النقطة الأولى النقطة الثانية the cell is structural and functional of organs and ultimately organisms أي أن الخلية هي عبارة نوحدة البنائية بنمرة واحد وأيضاً هي الوحدة الوظيفية ماذا نعني بهذا الكلام؟ بنعني أن الوحدة البنائية دي مفهومة إنه هي التي تبني جسم الكائن الحي هذه الخلية هي الوحدة البنائية التي تبني جسم الكائن الحي لكن ماذا يعني بالوحدة الوظيفية ودي أيضا إخوانا جانبهم إن دائما وظيفة العضو المعين إذا مسكنا أي من الأعضاء في الكائن الحيث وكان نباتة وحيوان بنجد أن كل عضو عنده وظيفة معينة عنده specific function يعني مثلا بالنسبة مثلا في الbrain مثلا المخ أو مثلا في المعدة كل هذه أعضاء عندها وظيفة واحدة بنجد أن هذه الوظيفة أول ما تنبع فهي تنبع من الخلية نفسها يعني مثلا لو مسكنا عضو زي عضو مثلا البانكرياس البانكرياس هو عضو في أجسام الحيوانات وظيفته الأساسية هي إفراز الإنسولين والإنسولين هو عبارة عن هرمون مسؤول عن تنظيم السكر في الدم اللي يعمل regulation للblood sugar طيب هذا البروتين اللي هو عبارة عن هرمون الإنسولين ويفرز بواسطة هذا العضو اللي هو البانكرياس طيب من الذي يفرز حقيقة هذا الهرمون أو هذا البروتين نجد أن الخلايا الموجودة في داخل هذا العضو والتي تكون نسيك ثم بعد ذلك تكون العضو هذه الخلايا هي التي تصنع هذا البروتين المتخصص والذي يخرج للخارج ويفرز لينظم عملية ينظم السكر في الدم فإذن في هذه الحالة الوظيفة أول ما بدأت ودائما تبدأ من الخلية نفسها لأن الخلية هي عبارة عن الوحدة التي تبني هذا العضو وبالتالي هي أيضا تبني وظيفة هذا العضو عشان كده أخواننا يكون واضح لدينا تماما إنه the cell is the structural and functional unit عبارة عن الوحدة البنائية لمفهومة وأيضا عبارة عن الوحدة الوظيفية لأن الوظيفة تنبع من الخلية في الأساس النقطة الثالثة في موضوعنا إنه the cells are capable of self reproduction إن الخلايا لها القدرة على الإنقسام وأيضا الخلايا الموجودة all cells come only from pre-existing cells وأي خلية موجودة يا أخواننا تبعا لذلك ينتج من خلية سابقة فإذن الخلايا لها القدرة على الإنقسام هذه الثلاثة نقاط يا أخواننا هي تسمى بالcell theory أو نظرية الخلية هي عبارة عن نقاط بسيطة ولكنها أساسية في فهمنا لعلم الخلية طيب نجي لموضوع آخر يتعلق أيضا بالخلية اللي هو cell size اللي هو حجم الخلية نحن عارفين أخواننا إن الخلية عبارة عن أجسام صغيرة cells are quite small most cells are far smaller than one millimeter كثير من الخلايا هي أقل كثير جدا من المليمتر الواحد وحتى في منهم بتكون صغيرة لدرجة إنها بتكون one micrometer طيب فإذن الخلايا صغيرة نتفق إنه الخلايا صغيرة طيب السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الخلايا صغيرة لماذا لا تكون كبيرة لماذا دائما الخلايا الصغيرة هذا الموضوع حقيقة مهم كدا اللي هو حجم الخلايا لأنه small cells لأن الخلايا الصغيرة not large cells وليس الخلايا الكبيرة are likely to have an adequate surface area يعني الخلايا الصغيرة الحجم عندها مساحة سطح كبيرة مقارنة بالحجم الداخلي هذه المساحة تحت السطح هي الضرورية والكافية لتبادل المواد سواء كان دخول المواد أو خروج المواد إذن في هذه الحالة من التي تتميز بوجود مساحة سطح أكبر مقارنة بالحجم الداخلي لتبادل المواد هي الخلايا الصغيرة بمعنى إنه لو أخذنا نسبة بتاعة مساحة السطح الخارجي والحجم الداخلي إذا أخذناها كنسبة بلاقي إنه هذه النسبة تكون أكبر ما يمكن في حالة الخلايا الصغيرة وتكون أصغر ما يمكن في حالة الخلايا الكبيرة فإذن هو عبارة عن ratio هو عبارة عن نسبة بين مساحة السطح فوق والحجم الداخلي لخلية تحت هذه النسبة يكون رقم أكبر ما يمكن عندما تكون الخلايا الصغيرة فإذن الخلايا الصغيرة مساحة سطحها مقارنة بالحجم الداخلي هي أكبر والكلام ده مهم يا أخوانا زي ما ذكرت لتسهيل عملية تبادل المواد تبادل المواد سواء كان دخولا أو خروجا لأن دائما تبادل المواد محتاج مساحة سطحي كبيرة تتناسب مع مقدار الحجم الداخلي فإذن هذه المساحة الكبيرة للسطح الخارجي تكون أكبر ما يمكن في حالة الخلايا الصغيرة وليست الكبيرة الحج لذلك دائما الخلايا هي صغيرة الحج طيب الخلايا أخوانا تنقسم إلى نوعين عندنا ما يسمى ببروكاريوتيكسلس ويوكاريوتيكسلس نوعين من أنواع الخلايا بروكاريوتيكسلس معناها خلايا بدائية النوع طيب وذا بيجي من اسمها كلمة برو معناها بفور وكلمة كاريون معناها نيوكليس فإذن هذه الخلايا اللي هي البروكاريوتيكسلس أو البروكاريوتيكسلس لكن الترو نيوكليس يعني هي تفتقل إلى نوع حقيقية ماذا نعني بذلك In other words their genetic materials the DNA is nothing close by nuclear membranes and lies free in the cytoplasm إحنا أخذنا طبعا إخوانا درس الـ DNA أو الـ nucleic acids هذه الخلايا اللي هي البروكاريوتيكسلس تتميز إنه المادة الجينية بتاعتها اللي هو الـ DNA لا يحاط بغلاف نووي وإنما يكون يسبح في السيتوبلاز من غير من أن يكون محد بغلاف نووي عشان كده أخوانا ما بيكون فيها نوى حقيقية ما بيكون في شكل نوى لكن هناك مادة الجينية بتكون حرة في السيتوبلاز هذه الخلايا تسمى بروكاريوتيكسلس اللي هي خلايا بداية النوى وهذه الخلايا البداية النوى عندها أيضا صفات أخرى حنتعبدين إن شاء الله طيب نجل الخلايا التانية اللي هو النوع التاني من الخلايا اللي هو ما يسمى بيو كاريوتيكسلس كلمة يو معناها الترو وكاريون أيضا معنا نيوكلياس عكسي تماما للبروكاريوتيكسلس إنو اليو كاريوتيكسلس تتميز بإنو المادة الجينية بتاعتها إنو إنو المادة الجينية أو الدييني يتغلب بغلاف نووي تلاحظوا يا أخوان أنا بقول غلاف نووي وما بقول غشاء نووي لأن الغلاف في هذه الحالة هو يتكون من غشاءين يعني في الخلايا حقيقية النواة فإذا تتميز هذه الخلايا بأنه عندها نواة حقيقية نقول على true nucleus وعرفنا السبب لأنه المادة الجينية تغلف بغلاف نواة وهذا الغلاف يتمثل في غشاءين وحالك إن شاء الله نشوف تركيب النواة في اليوكاريوتيك سلس فإذا نتفك ونتأكد أنه عندنا نوعية من الخلايا بروكاريوتيك سلس ويوكاريوتيك سلس طيب واحدة من أمثلة البروكاريوتيك سلس هي خلايا البكتيريا كل خلايا البكتيريا تتميز أنها عبارة عن بروكاريوتيك سلس واليوكاريوتيك سلس تتميز بالإضافة لأنه نواة حقيقية أي أن المادة الجينية ترحب بغلاف نواوي أنه عندها أجسام متخصصة هذه الأجسام المتخصصة تسمى الأورغانيلز وأورغانيلز هي تصغير لكلمة أورغان لأن أورغان معناها عضو لكن هذه الأجسام المتخصصة لأداء وظائف معينة تسمى الأورغانيلز يعني عضيات يعني هي عملية تصغير لكلمة أورغان هذه الأورغانيلز هي عبارة عن أجسام صغيرة زي ما قلنا وعندها مهام محددة يعني زي الكلوروبلاس اللي هي بلسلة الخضراء في الخلايا النباتية وأيضا زي الميتوكوندريا اللي هي مسؤولان عملية التنفس الخليل وإنتاج الطاقة وهكذا دي كلها عبارة عن أجسام متخصصة تسمى الأورغانيلز تكون موجودة في داخل اليوكاريوتيك سلس وهذا عبارة عن ميزة أيضا تتميز بها اليوكاريوتيك سلس عن البروكاريوتيك سلس وهذه الأورغانيلز تتميز بأنه أيضا عبارة عن أجسام طحات بغشية ممكن يكون غشاء واحد في بعض الأحيان ويمكن أن يكون غشاءين في بعض الأحيان زي ما حانا جنشوف بإذن الله تعالى طيب أيضا دارين نعرف البلانت سل ونتعرف على البلانت سل والأنيمال سل وباظ ذلك جمعهم اعبارة عن يعني البلانت سل بتاعت النباتات العلية هي عبارة عن والأنيمال سل أيضا هي عبارة عن فإذن ي sax هذه واحدة من الفروقات هناك فروقات بين الانيمال سلس والبلانت سلس طيب خلينا نشوف جماعة الدياقرام في الأول بتاع البلانت سل ونشوف بتاع الانيمال سل عشان نقدر نتعرف على الفروقات بين البلانت سل والانيمال سل شايفين جماعة دي عبارة عن انيمال سل طيب نشوف البلانت سل شايفين دي بلانت سل نحن عايزين نتعرف كده شايفين دي عبارة عن بلانت سل نرجع تاني لالانيمال سل شايفين الستركشور في عندنا بعض التراكيب بتكون هناك تشابهات بين الانيمال سل والبلانت سل لكن كمان في اختلافات شايفين دي عبارة عن البلانت سل تاني دي عبارة عن انيمال سل طيب الفرق شنو بين البلانسل والآن ملسل في هذه الحالة أول خلينا نشوف الملامح الرئيسية للآن ملسل شايفين أول حاجة هناك النواة ده يبار على النيوكليس طيب هذه النيوكليس والنواة يا خلنا هي زي ما اتفقنا هنا من أهم الأجزاء في الخلية وحنا نشوف أهمية بعد شوية بنلاحظ أن هي موجودة أيضا موجودة في البلانسل دي برضو عندنا النواة في البلانسل يعني اللي كنين بوث وثم هابين زي ما اتفقنا هما بوث وثم ار يوكاليوتكسل اللي بنا نعبارة عن يوكاليوتكسل طيب خلينا نشوف هنا تاني تراكيب أخرى خلينا نشوف مسلا نتعرف على هذا الأورغانيل شايفينه هنا الأورغانيل الجميل ده ده يبارة عن الميتو كونتريا موجود طيب أيضا عندنا أورغانيل ثاني ضريب جدا فيه حسنا في الأنمال فينا خلنا ده يبارة عن شنو ده يبارة عن القولجي أباريتس أكيد عندنا فكرة عن القولجي أباريتس أو ما يسمى بالقولجي كومبلكس أيضا ده يبارة عن واحد من الأورغانيل وعنده مهمة أيضا في داخل الخلية شايفينه أخواننا ديس نتورك شايفينه الشبكة بتاع الغشائية دي دي كلها عبارة عن ما يسمى بالإندو بلازمي كريتيكيلوم دي كلها الأجزاء دي أخواننا موجودة في الخلية النباتية كما هي موجودة في الخلية الحيوانية لكن خلينا نشوف خلينا نشوف هنا ده الاختلافات طيب بلاحظ أنه الخلية الحيوانية تحد أو باوندت ب سل ميمبران شايفينه أخواننا السل ميمبران عبارة عن رشاء رقيق اللي هو عبارة عن السل ميمبران و لو ما شهنا لي الخلية النباتية بلاقي إنه بالإضافة للسل ميمبران هناك جدار آخر هناك أحد آخر اللي هو ما يسمى بالسل وال شايفينه أخواننا إذن الخلية النباتية تحد بحاجتين سل ميمبران اللي هو غشاء الخلية ثم بعد السل ميمبران هناك السل وال جدار خلوي لكن في الخلية الحيوانية بنجد فقط غشاء خلوي يعني ده الاختلاف الأول إنه الخلية النباتية يحض بها جدار خلوي أما الخلية الحيوانية لا يحض بها جدار خلوي لكن عندهم سل ميمبران طيب و نخلي بعنا يا أخوان لما نقول سل ميمبران غير لما نقول سل وال الاختلاف واضح إنه سل ميمبران ميمبران يعني غشاء لما نقول غشاء معناها حاجة رقيقة لكن لما نقول وال معناها سمثين ثيك آن سمثين سترونغ يعني حاجة تخينة سميكة وحاجة قوية وفعلا ده حاصل بالنسبة للسل وال الذي يحض بالخلية النباتية إنه هو دائما قوي ودايما هو سميك وده بوفر الحماية والمتانة للخلية النباتية لأنه النبات ما عندها هيكل عظمي عشان يحفظ يعمل لها دعامة لكن هي تأخذ هذه الدعامة من هذا الجدار اللي هو بكم محض بكل خلية من خلاياها طيب إذا ده الاختلاف الأول إنه الخلية النباتية فيها جدار خلوي يحض بها لكن الخلية الحيوانية ليس هناك جدار خلوي لكن فقط سل الممبرين طيب دارينا نشوف اختلاف تاني لاحظ في الخلية النباتية إنه بالإضافة للسل وال هناك أورغانيلز متخصص شايفين يا أخوانا اللون أخضر دي هذه الأورغانيلز يسمى الكلورو بلاست أو البلاستيدات الخضراء كلمة كلورو جاي من كلوروفيل وبلاست اللي هي بلاستيدة أي أن هذه البلاستيدات تحتوي على كلوروفيل وهي هذه البلاستيدات الخضراء متخصصة في عملية التمثيل الضوئي وده موجودة فقط اخوانا في الخلايا النباتية الخضراء لكن لو لاحظنا في الخلايا الحيوانية أبدا ما بيكون فيها بلاستيدات خضراء لأن النبات تصنع الغذاء في وصف تنثير الضوئي كلام ده ما موجود في الحيوانات فإذا هذه العملية لعماليت التمثيل الضوئي اللي هي الفوتوسينثيس مسؤولة عنها هذه العضيات اللي هي إبارة عن الكلوروطلاست فإذاً ده الاختلاف الثاني بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية بلاحظ أيضاً حاجة تانية لو لاحظنا هنا أن هناك جسم كبير جداً يحيط أو موجود في داخل السيتوبلازم في الخلية النباتية اللي هي ما تسمى بالسنترالفاكيول اللي هي عبارة عن الفجوة العصارية والسنترالفاكيول بتكون كبير جداً في الخلية النباتية أما في الخلية الحيوانية إذا وجدت هذه السنترالفاكيول فيتكون صغيرة الحجم وقد لا توجد نهائياً والسنترالفاكيول في الخلية النباتية هي تحت المعظم المكان في الخلية لذلك يا جماعة بنجد أن كل الأورغان الاصبعات الخلية النباتية are being pushed aside بنلاقي إنه نيوكلياس ماخده جنبه بنلاقي إنه كل الأورغانيس on the side يعني على الجوانب ليه بسبب وجود هذه الفجوة العصارية كبيرة الحج هذه الفجوة العصارية تحاط بغشاء واحد فقط وتكون ممتلئة بمواد بالإضافة للماء يعني هي عبارة عن ماء مذاف فيها كثير من المواد وحنجي نشوف فائدة بالنسبة للخلية النباتية أيضا واحدة من الفروقات الموجودة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية هو وجود ما يسمى بالسنتريولز اللي هي عبارة على الأجسام المركزية وذي موجودة في الخلايا الحيوانية لكنها غير موجودة في الخلايا النباتية هذه السنتريولز عندها دور في عملية الانقسام الخلوي بتاع الخلية الحيوانية لكنها لا توجد فيه خلية النباتية فإذا نخلص أنه عندنا أربع فروقات أساسية بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية هذه الفروقات تتلخص في أنه وجود السيلول في الخلية النباتية وما موجود في الخلية الحيوانية وجود البلاستيتات الخضراء في الخلية النباتية أيضا غير موجودة في الخلية الحيوانية وجود الفج والعصاري وهي السنترال باكيول في الخلية النباتية وغير موجودة في الخلية الحيوانية وجود الأجسام المركزية وهي السنتريول وغير موجودة في الخلية النباتية فإذن ذي عبارة عن أربع فروقات أساسية بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية طيب فإذن كده خلصنا من مقارنة سريعة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية وملامح عام عن التركيب بتاع الخلية النباتية والخلية الحيوانية الآن عاوزين نجي بالتفصيل عاوزين نجي نشوف هذه التراكيب هذه العضيات هذه الأورغانالز اللي هي بتكون موجودة سواء كان في الخلية النباتية والخلية الحيوانية أشكالة تركيبة وأيضاً الوظائف بتاعت هذه الأورجانلز وأول ما حنتكلم عنها حنتكلم عن النيوكليس اللي هي النواة والنواة أخواننا مهمة عشان كده حنسكرة في الأول والنيوكليس طبعاً أخواننا ده الإسم المفرد اللي هو السينجلر أما الـ plural بنقول عليه نيوكلياي دي حاجة مهمة تلقوها في الكتب والمراجع إنه لو أنا عاوز أجمع كلمة نيوكليس نيوكليس معناها وحدة ما بقول نيوكلياسيز لأنها منجليزي معظم المصطلحات هي مصطلحات لاتينية فمنقول نيوكلياي يعني لما تلقى نيوكلياي يعني عبارة عن جمع لنيوكليس طيب هذه نيوكلياس هي عبارة عن مركز التحكم في الخلية وإحنا بنسمع دائماً إنه نقول لك إنه والله يا أخي النواة هي مركز التحكم في الخلية تقريباً إحنا بنكون حافظنا من المدرسة من السانوي إنه بحفظونا إنه النيوكلياس هي عبارة عن السنتر أو الكنترول سنتر هي عبارة عن مركز التحكم في الخلية لكن السؤال هنا كيف هي مركز التحكم لماذا هي مركز التحكم في الخلية طيب السؤال الجواب بتوعه بكل بساطة لأنه النواة بتحتوي على الـ DNA والـ DNA هو الذي يتحكم في إنتاج البروتين في الخلية لأنه بيمد الشفرة الوراسية والذي يتحكم في تجميع الأحماض الأمينية في صنع البروتينات فإذن أي بروتين يصنع بأوامر من الـ DNA بواسط الشفرة الموجودة في الـ DNA فإذن والبروتينات هي عبارة عن الإنزيمات وهي عبارة عن المواد التي تدخل في جميع الوظائف في الخلية وخارج الخلية فإذن ما أنت عليه من صفات والوظائف الحيوية والفيسيولوجية الموجودة في جسم الكائن الحي تعتمد على هذه البروتينات المصنعة في داخل الخلية بأوامر من الـ DNA فإذن أي وظيفة في داخل الخلية هي مرتبطة بهذه البروتينات التي تصنع بواسطة أوامر من الـ DNA على حسب الشفرة الوراثية الموجودة في الـ DNA لأنها عبارة عن الـ Control Center لاحتوائها على الـ DNA والـ DNA هو الذي يتحكم في صنع البروتينات والإنزيمات التي تتحكم في جميع التفاعلات الحيوية لذلك نقول عليها الـ Control Center من ناحية تركيبية نجد أن الـ Nucleus is surrounded by double-leared membrane ما يحيط بالنواء ليس غشاء واحد ولكن غشاءين لذلك نطلق عليه Nucleus envelope لا نقول الغشاء النووي ولكن نقول الغلاف النووي عشان هو عبارة عن غشاءين حقيقة وليس واحد هذا الغلاف النووي اللي هو عبارة عن غشاءين بيكون منتشف فيه فتحات كثيرة اللي هي بورس وهذه الفتحات اللي هي بورس هي تسمح بتبادل الرسائل الكيميائية الرسائل الكيميائية أخوانا تتمثل أغلب هذه الرسائل في الـ RNA اللي هو المسينجر RNA الذي ينقل الشفرة الوراثية من 2A إلى الرايبوسومات عشان تبدأ في تصنيع البروتينات على حسب الأوامر فإذن هذه البورس مهمة جدا بالإضافة إنه هذه البورس أو هذه الفتحات تؤدي إلى نقل كثير من المواد غير هذه المسينجر RNA لكن أهمها المسينجر RNA لأنه لو لا هذه الفتحات ما ما استطاع المسينجر RNA أو RNA الرسول أنه يغادر حاملهم الشفرة الوراثية عشان يصنع البروتين في السايتو بلازم بواسطة الرايبوسوماتو حانجي إن شاء الله نتكلم عن الرايبوسوماتو دورة في تصنيع البروتين في داخل النيوكليس زي ما اتفقنا إنه عندنا الـ DNA والـ DNA في هذه الحالة بيكون موجود في شكل ما يسمى بالشبكة الكروماتينية أو الكروماتين نتورك والكروماتين نتورك أو الكروماتين هو الـ DNA عندما يكون في شكل شبكي أنا شرحت يا أخوة أنا في فيديو موجود في القناة ممكن تشوفوه ممكن تطلعوا عليه بيتكلم عن الفرق بين الـ DNA والكروماتين والكروموسوم والكروماتيدات موجود في فيديو منفصل عشان نقدر نفرك يعني شنو كروماتين يعني شنو كروماتيد يعني شنو كروموسوم وما علاقة ذلك كله بالـ DNA ببساطة إنه هذا الـ DNA بيكون في شكل شبكة متشابكة في داخل النواة عشان كده منقول عليه كروماتين نتورك في دورة حياة الخلية في مرحلة ما تتحول هذه الخيوط إلى ما يسمى بالكروموسوم الكرام دا إن شاء الله مشروح ممكن تطلعوا له في الفيديو الموجود طيب فإذاً هذا الكروماتين هو نتورك في خيوط الـ DNA وتتحول لاحقاً إلى ما يسمى بالكروموسوم في عملية انقسام الخلية طيب فإذاً الكروماتين أو الكروموسوم إذا كانت تحولت إلى كروموسوم هي عبارة عن الـ DNA يعني معظم ما يوجد في النيوكليس هو عبارة عن الـ DNA سواء كان في شكل كروماتين نتورك أو سواء كان في شكل كروموسوم بالإضافة لبعض البروتينات وبالإضافة إلى تقريباً أو أكيد الـ RNA اللي هو رايب النيوكليك أسيد طيب جميع الكروموسوماتين تحتوي على نفس العدد من جزئات الـ DNA أو الكروموسومات يعني لو أخذنا مثال الإنسان بنلاقي إنه الإنسان بيحتوي على 46 جزئ بتاع الـ DNA أو 46 كروموسوم موجودين في 23 زوج ذلك يميز النوع الإنساني عندنا كائنات حية أخرى بنلقى إنه العدد فيها بيختلف فإذاً كل العدد في كل الخلايا الموجودة في الكائن الحي الواحد تحتوي على نفس عدد جزئات الـ DNA أو نفس العدد من الكروموسومات مهما كان عدد هذه الخلايا ومعادة الخلايا الجنسية والخلايا الجنسية تحتوي دائماً على نصف العدد لشان كده خلنا بكون عندنا نوعين من الأعداد في الخلايا بنسمى بالـ deployed number الـ deployed number اللي هو 2N يعني في هذه الحالة بيكون مثلاً في حالة الإنسان بتكون عبارة عن 46 الـ 46D بتكون موجودة في 23 زوج لكن في الخلايا الجنسية بتاعة الإنسان مثلاً بتلاقي أن الحيوانات المنوية أو الضيطات بتحتوي على 23 كروموسوم أو 23 جزئ لتعدينه وليس 23 زوج 23 كروموسوم إذن هذه الخلايا الجنسية دائماً تحتوي على نصف عدد الكروموسومات أو نصف عدد الـ DNA الموجود في الخلايا الجسمية العادية طيب most nuclei معظم الأنوية contain at least 1 نيكليولوس هناك ما يسمى بالنيكليولوس أو النوية هي موجودة هي منطقة موجودة في داخل النواء وهي مكان لتصنيع بعض أنواع الـ RNA طيب زي ما شايفين هنا عندنا ده التركيب بتاع النواء ده إبارة عن دياغرام يمثل تركيب النواء وزي ما شايفين هنا ده ده إبارة عن عبارة عن الـ nuclear envelope ده إبارة عن الغلاف زي ما شايفين يتكون من غشائين إذن خطين باللاحظ هنا ده الـ pores اللي هي عبارة عن الفتحات وهنا ده التكبير لهذه الفتحات اللي هي عبارة عن الـ nuclear pores باللاقي عندنا هنا ما يسمى به الشبكة الكروماتينية هنا عندنا شبكة الكروماتينية هذه الشبكة الكروماتينية هي عبارة عن قيوط الـ DNA متشابكة مع بعضها البعض وعندنا هنا الـ nucleolus عندنا هنا النوية موجودة في هذه المنطقة فإذن ده إبارة عن مختصر بتركيب النواء فإذن كده منكم أخذنا النواء وعركنا تركيب النواء في هذه الحالة إن شاء الله في فيديو قادم هنتكلم عن الـ Raybosomat شكرا لكم والسلام